ولما نتكلم عن النصب في كل عصر له قوانه نفتكر كده ونرجع وراء ليه الفيلم الجميل الكوميدي اللي كان كلنا بنبسط حتى لو اتعد مئة مرة العتبة الخضر نفتكر بقى الراحلين مع حفظ الألقاب إسماعيل ياسين وأحمد مظهر وصباح وعمر الحريري وزنات صدقي وندحك ونشوف قد إيه كان الفنان العظيم أحمد مظهر بيتفنن في النصب على إسماعيل ياسين وغير إسماعيل ياسين ونشوف مظهر النصب كانت إيه في الخمسينات في مصر وي 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 تطور الأمر في بدايات منتصف السبعينات يعني ستة وسبعين سبع وسبعين واحدة كده على التمانينات ليه أشكال جديدة أنا بتكلم عن النصب كمان اللي في الفلوس تحديدا لأن النصب ليه أشكال كتير أو في الأمور المالية ودخلنا على شركات توظيف الأموال وكانت هوجة في مصر توظيف الناس تسحب فلوسها من البنوك وتحط في شركات توظيف الأموال اللي شغالين بره بدل ما يحول الفلوس عارف إيه يقول لمراته وديها للشركة وشفنا طبعا زي ما الفن صور لنا في الخمسينات الفن صور لنا شركات توظيف الأموال كانت عاملة إيه في الناس إلى أن وقعت تلك الشركات وكانت الوقعة والأسف ناس كتير جدا معرفتش تاخد فلوسها اللي كانت بالملايين في الوقت ده لدرجة أن يعني كانت عاملة قلق جوه البلد في الناحية المالية ثم تطور الأمر على فكرة حتى الآن في بعض الناس بيتحكوا عن الناس وبيلونوا فلوسوا وكل شوية نسمع عن حد اتمسك مش عارف بكمل يوم بكمل يوم في الصعيد ولا في بحري يمكن في القاهرة قليلة أكتر في الصعيد وبحري بيتم الحالات دي بس طبعا ما بقيتش بالنسبة بتاعت زيما تطور الأمر بقى مع السوشيال ميديا والإنترنت ودخلنا في النصبر الإلكتروني فاكرين زيما كانت تيجي رسال كده قبل ما أخش على الحاجات بتاعتني تيجي لك رسالة على الياهو أنا مش عارف منين من دولة كذا وانت كسبت مليون جنيه بس لازم تحول لي مش عارف ألف دولار أيام ما كانوا دولار ساعتها بخمسة جنيه ولا بستة جنيه عشان ايه أحول لك المليون جنيه لأننا ورستهم فيلم كده على الياهو بقى وعلى هوتميل على كل المنصات بتاعت الإيميليات الإلكترونية تطور الأمر بعد ذلك وبعدين دخلنا بقى في النصب على الفيسبوك والمسينجر واللي يقول لك إنستا باي واللي يقول لك مش عارف حول لي على إيه واللي يقول لك حول لي على إيه واللي يقول لك معلوماتك في البنك تم إيقاف حسابك البنكي فتعلان مش هيقول لك تعالدنا طبعا دراء والبنك لكن إيه مش عارف رقمك إيه وهجي لك رسالة حط رسالة مش عارف فين واكتب الرقم واعمل وتلاقي نفسك اتسحبت من الفيزا بتاعتك أو المسطر الفلوس بتاعتك وبعدين الجديد بقى الأيام دي بقى فيه أبليكيشن للنصب وبقى فيه أبليكيشن للقروض الإلكترونية وتلاقي نفسك متدبس ما بقاطلك مبلغ ومطلوب منك إنك تسدد المبلغ ده بفوايد طرق النصب يا جماعة كتير جدا 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 ترجمة نانسي قنقر